رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شاكي بن موسى يطلع الكتاب العام للوزارات والهيئة الدستورية على نتائج التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد تقرير جاء بمجموعة اقتراحات اقتراحات جرئة اقتراحات ستحدث لا محالة ثورة داخل الادارة وما احواجنا الى ادارة اللي تعطيه العمل اللي يكون جاد اللي تعطيه الخدمات تكون ناجحة الخدمات اللي تلبي طلبات دي المواطن اللقاء نقش سبل جعل الجهاز الاداري رفعة للتحول وتحقيق ادارة مستقلة وتنفسية وخاضع للمسألة عن النتائج ومرقمنة وشفافة ومندمجة في خدمة المواطن الجانب المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي يعني يخده واحدة اهمية كبيرة في النموذج التنموي الجديد من اجل بطبيعة الحال بالنهوض بالمدرسة المغربية بصفاء الماء وبالبحث العلمي السيد بن موسى صلت الضوء على مقترحين مبتكرين للموذج التنموي الجديد ويتعلقان بمنصات الخدمات العمومية والبيانات المفتوحة لتسهيل الولوج الى المعلومات